شرارا شناسا عقاب قاس ينتظر من شارك في المظاهرات التي اشتاحت مختلف المحافظات الإيرانية ضد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود فبعد أن وصفت القيادات الدينية في إيران المتظاهرين بالمخربين أعلن رئيس السلطة القضائية بأن العقاب مصير المحتجين أولئك الذين أساءوا استخدام المناخ ومطالب ومخاوف الناس مؤخرا وحردوا على أعمال الشغب في المجتمع وأحدثوا حالة من انعدام الأمن وهاجم الممتلكات العامة ونهب ممتلكات المواطنين يجب أن يعرفوهم وساداتهم أن عقابا قاسيا ينتظرهم تحالف السلطات الدينية والقضائية والأمنية ضد المحتجين أسفر عن مقتل العشرات وفق منظمة العفو الدولية وأثارت حملة القمع التي قادتها ميليشيا الباسيج انتقادات دولية واسعة واندلعت المظاهرات منتصف الشهر الجاري وطالت 25 مدينة من بينها العاصمة طهران عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تقارب 200% واستطراجع في الاقتصاد والعملة المحلية جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر